كله تمام كلامك قليل وغناكي مش كتير قوي بس مؤثر زيادة عن اللزوم يا أمال آه شكرا تعالي نبدأ من الأول أنا عارف أنه كلمتي حرة عمرها كده عشر سنين وبعدين اتغنت من سبع سنين في الحفلة بتاعة أوسلو بتاعة جايزة نوبل في 2015 أنا عايزة أعرف الأول القصة بتاعت إنه اختيار أمال مثلوتي واختيار كلمتي حرة إنها تتغنى في نوبل جات إزاي هي من أول 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 الأغاني اللي لحنتها كاتبها شاعر تونسي اسمه أمين الغزي وكنا في هكا مهرجين مهرجين سينما الهوات في قليبيا في تونس مدينة قليبيا في تونس وعطاني هكا متوية صفحة متوية في سنة شنطوية وقال لي كان حبيت تتغنيها أغنيها فقعدت معي الورقة هذي كان متوية وكل مرة كنت نجرب عليها لحن وما كانتش الحكاية ماشية وكان عندي لحن كنت نجربه على برشة أشعار أخرى فنهار من نهارات جربت اللحن اللي عندي وجربت الكلمات متع أمين فصارت قصة حب في اللحظة هذيكة ما حاسيتش روحي إن اشتغلت أكثر بش نربطهم ببعضهم يعني كنو مشين مشين مع بعض أمال يعني أنا أشوفه صححيني أنت من النماذج القليلة جدا في عالمنا العربي اللي مش بس وصلت للعالمية بالمعنى الحرفي للوصول للعالمية لكن كمان أنه أنت بتلحني وبتقلفي وبتغني وبتلعبي درامز وبركاشنز فهي حالة على بعضها بس الأول هتكمليلي إزاي روحتي أصلا الناس بتاع نوبل كلموكي إمتى إزاي ليه إلا حصل أنا كنت وقتها نشتغل على ألبوم جديد اسمه إنسان اللي طلع في 2017 فما كنتش يعني في تورينج مود ولا حتى حاجة جاني الإيميل وأنا مكنتش سامعة برش على حكاية اسمها نوبل بيس برايس كونسرت تفرجش على شوية فيديوات يعني I wasn't impressed بصراحة لكن من بعد قالوا لي نحبوك تغني في يعني في السرموني على خطر في النوبل بيس برايس فم السرموني في السيتي هول اللي هي يعني اللي هي السيتي هول في النوبل برايس السيتي هول وأنا كنت أول فنان يعني في العادة دي ما يجيبوا سترين كورتتز يعني كلاسيكو الميوزيك فكانت أول مرة قرروا إنهم يجدوا ويجيبوا يعني فنان يعني بوب روك بش يغني مع مع تسليم الجايزة أنا كنت متخوفة برشا وكمان كنت أول فنانة عربية في السيتي هول مع جهزة تسليم 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 جهزة تسليم جهزة نوبل السلام وكنت بش نغني بالعربي يعني قدام جمهور كله نرويجي أغلبوا نرويجي كانوا فم تسليم جهزة بطبيعة لكن كان أغلبوا نرويجي وفم يعني الملك والملكة والأمير والأميرة وكل يعني المهمين النس مهمين بتاع نرويج للناس المهمين بتاع العالم ما كانش بس بتاع العالم والناس يعني قاعدوا منبهرين خطرة حتى الملكة صفقت ليه حاجة يعني مش مش عادية طبعا وبعد النهار هذيكا من الغدوة كان فم الحفل اللي استدعيوا فيه فنانين من العالم وفنانين معروفين وكل وفي الحفلة الثانية غنيتها مع الأوركسترة اللي كما شفناها توا يعني كانوا ثلاثة أيام حاسيتوا متخش عليهم متعديوا يعني عام كامل كلهم مفاجئات ويعني الفوق أتي عارفة أنه كان لفت للنظر بالنسبة لي جدا بجانب بالتأكيد صوتك الرائع والموسيقى العظيمة وما إلى ذلك أن الحفلة دي اللي كان فيها كريمة العالم اتعاملوا وانت بتغني بالعربي وكانهم فاهمين اللي بتقاله ووصلوهم على ما يبدو كل اللي انت قلتيه والناس قامت وكأنهم في حفلة راك وراحوا منورين الموبايل وقاعدوا يشاورولك ويحيوك بيه وقاموا وقفوا وتصفيق حاد فتخلوا عارفة عن الله حاسب بتاعه احنا نخبة البشرية الكل ذاب في الأغنية وفي الصوت وفي الموسيقى حاجة كانت مذهلة جدا بسنا